وده غير متبع في النادي الأهلي بالضبط بص الجماهير لا تدير النادي الأهلي ولا السوشيال ميديا مهما كان ضغط الجماهير أنا دايماً بقول بص النادي الأهلي عنده كتيبة إعلام وإنت أدرا أكبر كتيبة إعلام في الشرق الأوسط في النادي الأهلي وعنده برنامج مخصوص للدفاع عن النادي الأهلي كابتن عدل القيعي وزامنا العزيز الأستاذ برهيم صح؟ البرنامج ده معمول عشان يدافع عن النادي الأهلي يعني ممكن بكرة يقولك الأستاذ إسلام صادق وكابتن عبدالقادر برهيمي كلمه في كذا كعن النادي الأهلي لا هو كذا كذا سواء صح أو غلط اللي بيتقال بس هو حق أن يدافع سواء هو بقى بيقول صح أو غلط النادي الأهلي عنده كتيبة إعلام مش بقول منظومة إعلام كلامي واضح كتيبة إعلامية بتدفع عنه وعنده كتيبة أخرى جماهيرية بتدفع عنه وعنده جمهور عريض بيدفع عنه وعنده مجلس إدارة قوي لا ينفعل ولا يتسرع ولا بتحط نفسه تحت ضغط بص عجبني السواب والعقاب النادي الأهلي كسب خد ولعب كويس خد مكافأة المبرارة اللي بعديها خسر لا استوب اقف المكافأة خصم أو تجميد المكافأة ده مبدأ رباني ده مبدأ رباني ربنا خلق لنا جنة ونار وقال لنا فيه ثواب وفيه عقاب قدامك مسجد وقدامك عفوا كباري قدامك ثواب هتكسب هكفأك هتخسر هعجبك ده اللي تكون مفروض في نادي الزمالك لكن الحساب بالقطعة واننا امشي ابن النادي اللي كان عامل استقرار واجيب مدرب بسرعة واجيب مدرب بالورق بالسي في لا يا جماعة مش كل سي في يكتب يبقى مدرب كويس